على خلفية إصدار مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني تباينت مواقف الأحزاب السياسية في تونس بين مؤيد ومعارض اتجاه مبادرات الرئيس سعيد الرامية إلى التأسيس لجمهورية جديدة يعني موقف رافض لهذه الهيئة ورافض للعملية السياسية من بعض 25 نجويل برمتها اعتبارا منها بأنها كانت عملية انقلابية على الدستور أما عن الأحزاب الأخرى التي قد سندت مصار 25 نجويل وسندت توجه الإسلاحي والتصحيحي لرئيس الجمهورية قائس سعيد فإنها تعتبر أن هذه الهيئة هي نقطة بداية لعمل صحيح ولعمل توافق من أجل بناء الجمهورية الجديدة يأتي ذلك وسط دعوات من أجل تعزيز وتقوية الجبهة المساندة للرئيس وإشراك الأحزاب السياسية في إخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية واليوم دعوتنا لرئيس الجمهورية من أجل تحسين هذا المصار التصحيحي لـ 25 جويل نقول بأن رئيس الجمهورية عليه أن لا يكثر من جبهة الأعداء وأن يحاول أن يحتوي جبهة الأصدقاء وأن يشرك كل الأحزاب السياسية الداعمة لـ 25 جويل والتي تمتلك رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية من أجل تجاوز هذه الأزمة التي نعيشها اليوم لقاء ذلك أفار تشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية نقطة تجادل في الساحة السياسية طرف يعتبرها مخرجا من الأزمة وآخر يرى أنها تزيدها تعقيدا ترجمة نانسي قنقر